فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار ما زلنا مع العقود المدنية والكلام هنا على عقد مهم هو عقد السلام وعقد السلام من العقود المهمة المعاصرة أيضا الناس الله يرفع لها أن ينفع بها الأمة الإسلامية عقد السلام وعقد الاصناع عقد السلام وعقد الاصناع فإنهما يعني يتواكبان عقد السلام الكلام على عقد العقد بمشروعية العقد وأيضا كلام على أركان العقد وشروط العقد عقد السلام السلام عرض من العقود التي يحتاجها الناس استعمالا بيعا وشراءا والأمة الإسلامية يعني تيصر عليها أمر المعاملات بأن الله جلال فعلها قال وَأَحَلَّى اللَّهُ الْبَيعُ حَرَّمَ الْرِبَةِ من أجل أن هذا التعامل كما قلت الأمة الإسلامية تحتاجه في هذا الباب والناس فيما تعارفون عليه ويتعاملون به يعني عقد السلام ضروري بالنسبة بالنسبة له السلام مشروع ومشروعية السلام بالكتاب والسنة وأيضا إجمع الأمة عليكم السلام مشروعية السلام أما مشروعية السلام فبالكتاب والسنة كما قلت وأجمع الأمة أما الكتاب فقد قال الله تعالى يَا أَيُّوا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا تَدَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى آجِلٍ مُسَمَّنٍ فَاكْتُبُوا قال مع بس أشهدو أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحل الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ الآية يَا أَيُّوا الَّذِينَ أَامَنُوا إِذَا تَدَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى آجِلُوا مُسَمَّنٍ فَاكْتُبُوا فكانت هذه الآية هي الدل على صحة السلام أو جواز السلام أما السنة فجاءت صريحة في الكلام على السلام قال روى ابن عباس رضي الله عنه ورضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم المدينة وهم يسلفون في السمار السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وهذا فيه تصريح على صحة السلام بقول من أسلف من شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم هو دخل عليه من المدينة ورد لهم يتعاملون بالسلام فأقره وقال من أسلف في شيء فليسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجمع وهذا كان شرطا من شروط السلم كما سيأتي على صحة شروط السلم وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر ونقل الإجماع قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز ولأن بالناس حاجة إليه لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع ونحويا حتى تنضج فجوز لهم الشرع أو الشارع السلم دفعا للحاجة فهذه تنصب في مصلحة الناس وما جعل الله على الناس من حرج ولكن يسر عليهم في أمر المعاملات ولحاجة التبادل وحالة البيع والشراء لذلك فإن الشرع قد أباح السلم الشرع قد أباح السلم واستوثني عقد السلم من قاعدة عامة وهي قاعدة عدم جواز باية المعدوم باية المعدوم لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن باية ما لم يملك وربح ما لم يضمن فالقاعدة العامة باية المعدوم لا يجوز إذ هو غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وحاجة الناس عظيمة للسلم لذلك فإن الشرع أباح التعامل بالسلم دلوقتي السلم يتعامل بها البنوك الإسلامية البنوك المصارف الإسلامية الآن يتعاملون بالسلم وحققة الأمر يعني مع وجود السلم وجود التيسير على عباد الله بالسلم لكن المشكلة الكبيرة حتى المصارف الإسلامية أضلاع غير متوفرة غير متكاملة يعني أضلاع السلم وإباحاتها غير متكاملة عند المصارف الإسلامية يتعاملون حقا بالسلم ويقعون في الغرر وغرر يبطل العقص في هذا الباب السلم أو السلف هو بيع آجل بعاجل أولا بد أن تفهم البيع بيع عيان وبيع موصفات يعني بيع موصف وبيع عين من الأعين بيع الأعين فالسلم هو بيع عيان وبيع موصفات فهو بيع عيان وبيع موصف في الزمة والسلم من بيع الموصفات والسلم من بيع الموصفات فالسلم أو السلف بيع آجل بعاجل أو بيع شيء موصف في الزمة يتقدم فيه رأس المال في مجلس العقد يتقدم فيه رأس المال في مجلس العقد ويتأخر المثمن لأجل وبعبارة أخرى هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الزمة إلى أجل العوض الموصوف في الزمة العوض الموصوف في الزمة يقال مثلا السمر العنب الكرب يسلمون السنة والسنتين نعم والعوض المقدم في العقد هو السمن هو السمن والعوض الموصوف في الزمة هو المسمن هو المسمن وعرفه الشفعية والحابلة بقولهم هو عقد على موصوف بالزمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد فالسمن يكون مقبوضا في مجلس العقد يكون معجلا والمسمن يكون لا يكون يكون مؤجلا موصوفا في الزمة والملكية قال هو بيع اعتقد فيه رأس المال ويتأخر فيه المسمن لأجل وطبع الأجل لابد أن يكون أجلا معلوما ويشترك في السلم شروط هي شروط البيع شروط التوفرة عندنا في شروط البيع هي شروط السلم إلا أنه يزداد عليها بعض الشروط لأنه هذا بيع موصوف وليس بيع عين وركن السلم الأعظم هو الإجاب والقبول أركان السلم ثلاثة اتفق العلماء وذهبوا بالعلم إلى أن أركان السلم ثلاثة الصيغة والعاقدان والمحل الصيغة وهي الإجاب والقبول والعاقدان هما المسلم والمسلم إليه العاقدان المسلم والمسلم إليه وأيضا رأس المال المحل هو رأس المال والمسلم فيه رأس المال والمسلم فيه اتفق أهل العلمي على صحة الإجاب بلظ السلم أو السلف وكل ما اشتق منهما كأسلفتك أسلمتك أعطيتك فهذا الإجاب الإجابة أن يقول أسلمتك في الحديد أسلمتك في كذا أسلمتك أو أسلختك أسلمتك في هذه السيارة أسلمتك في هذا الأرض أسلمتك أسلفتك وكذا اتفق أهل العلم على صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أجبه الأول مثل قبلت رضيت يقول له أسلمتك في هذه الأرض وهو يقول قبلت أسلمتك في هذا الأرض ويقول قبلت واختلف الفقهاء في صحة نعقاد السلام بلفظ البيع على القولين اختلف الفقهاء على صحة نعقاد السلام بلفظ البيع على قولين الأول للجمهور وقول أبي حنيفة وصحبه المالكية خلافة لشفائي وهو القول المقابل لأصحة عند الشفائية وقول الحنبنة وهو أن عقد السلام بلفظ البيع يعني إذا بينا فيه البائع إرادة السلام وتحققت فيه شروط كان يقول رب السلام الذي يعطي المال اشتريت منك خمسين رطلا زيتا سفته كذا إلى كذا بعشرة دنني حال رجل الله رجل الله عنك وصحبه فيقول له أسلمتك أسلمتك وهذا على قول الجمهور كما قلنا قال ابن دمية التحقيق وأن المتعقدين إن عرف المقصود إن عقد إن عقدت بأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعقدان مقصودهما إن عقد به العقد والقاعدة الدرماء العبر من مقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني هذه المسألة يعني الشفائية يهتمون جدا بالظاهر الشفائية في كل مسائل العقود الاهتمام الأسمى عند الشفائية هو النظر إلى الظاهر الكلام على الظاهر يأخذون به يعني يكون الأصل بذلك هو الظاهر نعم لكن ننتمي يقول على قول جمهور الماركية والحنابيلة وأيضا الحنفية أن المسألة المسألة إذا كان فيها إجاب القبول ينظر في الإجاب القبول هذا هل هذا يعني متعارف عليه بينهما أم لا هل هو متعارف عليه أم لا فالمتعارف عليه هو الذي يتحكم في هذا الباب متعارف عليه هو الذي يتحكم في هذا في هذا الباب ويصح به السلم إجابا وقبولا في هذا الباب القول الثاني الشفائية والأصحى عندهم هو قول زغر وإحناك قالوا أن السلم لا ينعقد بلفظ البيع بل لا ينعقد إلا بأن يقول لو أسلفتك أسلمتك لأن هذا بيع موصوف هذا بيع موصوف في الزمة وليس بيع للعين واستدلوا على ذلك بالنظر إلى ظواهر إلى الظواهر فالاعتبار بالألفاظ فانعقد بيع النظر للنظر فقالوا العقد ينعقد ينعقد بالنظر الظاهر ونحن مع الظاهر نعم والاستدلوا أيضا الأصل أنه لا ينعقد السلام بلفظ البيع لأنه بيع ما ليس عنده وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده قال لا تابع ما ليس عندك ونهى عن باية ما لم يملك ونهى عن ربح ما لم يضمن فقالوا إذا قال له بعتك والسرعة غير موجودة يبقى باع ما ليس عنده يبقى وقع في المحظور فلابد أن يقول له أستمتك في كده والآخر يقول قبلت والآخر يقول المشتري يقول يقول قبلت إذن أولا في هذا الباب من أركان السلم الصيغة وبيان الصيغة وكلام الجمهور أحق بالصواب من كلام الشفعي كلام الجمهور في ذلك هو الأصح وهو الأحق في هذا الباب من الشفعي كلام الجمهور الركن الثاني العاقدان الركن الثاني العاقدان اشتغط العلماء في كل واحد من العاقدين أن يكون تام الأهلية إذا كان يعقد عن غيره أن يكون له ولاية تامة أو وكالة ولاية وصائح أو وكالة أو نيابة إجبارية بتولية الشرع لمن يلي مال المحجور عليه وتتحقق هذه الأهلية في الإنسان البالغ العاقد الرشيد غير المحجور عليه هذه يعني تعتبر يعني الشروط أو الأركان الركن الثاني من أركان السلام العاقدان البائع والمشتري العاقدان والعاقدان لابد أن يتوفر فيهما يعني الشروط التي يصح العقد بها منها أن يكون عاقلا بالغا رشيدا ويتصح أيضا من الوكيل أو الوصي أو تصح بمن له التصرف كالذي له نيابة إجبارية من الشارع في مساءة المحجور عليه السفيه المحجور عليه فإذا لابد من شروط الأهلية لابد من توفر شروط الأهلية بالنسبة للعاقدين حتى يصح عاقد السلام هو هو كالبيع هو هو كالبيع نعم الركن الثالث الثالث من أركان السلام هو شروط المعقود عليه اللي هو المثمن اللي هو الغائب اللي هو متوقع اللي هو موصوف في الزمن اللي هو موصوف في الزمن في الجملة اتفق الفقاء أنه يشتغل صحة عاقد السلام أن يكون كل من رأس المال والمسلم فيه يعني كل من رأس المال والمسلم فيه أن يكون مالا متقوما فلا يجيز أن يكون أحدهما خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك مما لا يعد مالا منتفعا بيشرا لكن الحنفية عندهم أو مثلا لا يكونوا كلابا أجلكم الله لأن الكلب ليس مالا متقوما الكلب ليس مالا متقوما والخمر أيضا ليست مالا وإن كان الحنفية تعودوا مالا وهذا فيه ما فيه فلا بد أن يكون مالا متقوما لم تفهموا طيب الآن الخنزير ليس مالا لأنه محرم بيعه نجس وأيضا الكلب أجلكم الله محرم بيعه لأنه نجس على قول جميع أهل إن وقال من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالطراب لأنه أصل نجس لأنه نجس ليس مالا متقوما نعم فهو بيقول لابد في المعقود عليه لابد يكون في المسلم المسلم عليه أن يكون مالا متقوما كالثمار نعم كالزرع كالدور كالأراء كالمكينات كالسيارات نعم كالطائرات ممكن السلام في ذلك نعم ممكن السلام السلام في ذلك واشترط لصحته أيضا أن لا يكون البدلاني ماليني تتحقق في سلام أحدهما بالآخر ربا نسيئة لأنه لو كان جنس روبا بجنس روبا فإنه تتحقق في الربا فلابد يشترط لصحت السلام أن لا يكون البدلان ماليني أن لا يكون البدلان ماليني تتحقق في سلام أحدهما بالآخر ربا نسيئة وذلك بأن لا يجمع البدلين أحد وصفه علة علة الربا حيث أن المسلم فيه مؤجل في الذمة فإذا جمعوا مع رأس المال أحد وصفه العل ربا الفضل مثلا تتحقق ربا النساء النساء فيه وكان فاسدا باتفاق العلماء ولذلك قال عبادة بن صامت الزهب بالذهب والفضة بالفضة والبرو بالبرو والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدم بيد فإذا اخترت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدم بيد طيب ما معنى ذلك فسر يا أستاذ المسألة فيها فيها الآن يعتبر شيء من التشويش على الطلبة فسر يا أستاذ كيف ذلك أقول لا يعطي لا يعطي المسلم فيه لا يعطي الفضة ويكون المسلم فيه فضة لا يعطيه دراهم فضة ويكون هو أصلا ياخد سبائك فضة مثلا المسلم فيه فضة لا يعطيه ذهبا ويكون هو يريد يريد أسورة من الذهب أو يريد تصنيع يعني كلي من الذهب مثلا أو فتخات من الذهب لأن هذه تجمعهما علة وحدة آه نعم لكن الآن ما عندي سبورة عبير من شاء الله إبادة من شروط معقود عليه أيضا يشترط لا يكون مدلاء متحقق فيما سلم أحدهم بالآخر ربا النسيئة بأنه يتفقاني في علة علة الربا يتفقاني في علة الربا ولا يكون بر بملح مثلا يعطيه بر ويأخذ منه ملح أو يعطيه بر ويأخذ منه طمر لأنه مشترك في علة الربا سواء المطعوم سواء المقتد سواء مطعوم مكيل أو مطعوم هزون نعم فنسى الله أن يفهمكم أيضا دي مسائل من أهم المكان هذا شروط المعقود عليه رابعا شروط رأس المال نعم سلام عليكم عليه السلام عليكم أنا أسمع أسمع تفضل يا دكتور تفضل شيخ أنا بالنسبة حينما ترون المرحب إذا اختلفت لأ الجناس فاسنعوا كيف شئتهم إذا يدم بيد لا يدخل فيه هو الآن فيه سلام ما فيه يد بيد فيه موصف الزمة يعني مثلا هو يشتري بالبر ويريد تمرا اشترك في علة الربا ولكن فيه نسيئة حتى لا يكون النسيئة بس إذا كان يدم بيد لا يدم بيد خلاص المسألة منتهية لكن هذا نسيئة فأمني شرطه إذن ماذا يكون من شروطي من شروطي قال لا يتفق في علة الربا يعني يكون مثلا ذهب ببر ذهب بطمر لم يتفق في علة الربا الذهب على الرجح على الرجح نعم لا لا الذهب بالبر الذهب بالطمر هذا اختلفت الأصناف ولم تتفق أي علة بينهما هذا يجوز السلام فيه أيوه هذا سؤال لا بد إذا كان من علة واحدة أو واضحة أيوه لو كانت الأحدة ما إيش هينفع ليش لأنه دخل فيه الربا هنا الآن كأني ما فهم هذا خطأ لما التمر بالملح يجوز يدا بيد فعيني إن كان معجلا لكن أنت تعطي معجل وتؤخر وتؤجل هذا ليه بالنسيئة الآن افهمني الآن البر بالملح اتفق في العلة ولا ما اتفق لا 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 اسبر يا دكتور ما اسمك يا دكتور ما اسمك يا أبو بكر يا أبو بكر الله يهديك أبو بكر الله يهديك ألف مرة رضي الله عنك أبو بكر أبو بكر التمر والبر والملح والشعير وش العلة عندهم علة متفقة ولا علة مختلفة علة هم المطعوم يعني هاي نعم علة متفقة ولا مختلفة العلة متفقة ممتاز أو علة واحدة العلة الوحيدة قال عنها نفس السلام إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم طبعا متى علة واحدة ولكن يدا بيد لو كان السلام على البر والملح هل هذا يد بيد أسلم أسلم البر والطمر أعطى أعطى عشرة أوسق بر طيب ويريد خمسة أوسق طمر مؤجلة وعجل البر هل يا صح المعاملات دي تصح؟ ما في حسب يا أبا بكر والله دي كيف هم؟ الآن البر بالبر ما يصح لابد من شرطين التماسق والتقاوض في المجلي صح؟ نعم لأنهم اتفقوا في العلة واتفقوا في إيش؟ في الجنس صحيح البر بالطمر كم شرط لابد يتوفر؟ البر بالطمر؟ ها؟ انظر البر بالطمر اسبر يا أبا بكر اسبر يا أبا بكر عشان تتضح لك الصورة البر بالطمر اتفق في العلة ولا اختلفة؟ اتفق أخي العلة ممتاز اتفق في العلة لكن اختلفة في الجنس صح ولا لا؟ معامل قال النبي إذا اختلفت أصفها بيوك كيف جيتهما لكن يدا بيد يعني ايه يدا بيد يا أبا بكر؟ يعني التقابط في المجلس صح؟ نعم طب لو باع سلمان البر بالطمر في تقابط في المجلس؟ لا ما في تقابط هو هذا ربا ولا مش ربا؟ إلا ربا ربا لذلك قلنا يشترط لصحة التعاقد في السلم ألا يشترك في فعيلة الربا لأنهما لو اشترك في فعيلة الربا وجبت تقابط في المجلس لكن لو اختلف معاك لو اختلف لا يشترط أيها الذهب بالذهب لا يجوز لأنه قل له ذهب مكسر وعقده منك ذهب صحيح بعد السبعين ما يجوز هذا السلم ما يجوز هو الآن حتى الذهب بالفضة حتى الذهب بالفضة ما يجوز ما يجوز أيضا نعم إذن يعني الذهب والفضة المطعومات الوحدها العلة واحدة لا يجوز فيها السلم أحسنت فالذهب بالمطعوم جائز جائز ممتاز ممتاز الذهب علة غير العلة كده ظهرت لك ولا ما ظهرت 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 من جد الحمد لله ببكر رجل الله نفعل نوبك حبيبي رجل الله عليك يا دكتور طيب رابعا شروط رأس ما المسلم يعني يشتارت أهل العلمي في رأس ما السلم شرطين يشتارت أهل العلمي في رأس ما السلم شرطين الشرط الأول أن يكون معلوما وهذا اتفق عليه الفقهاء لأنه المجول غرر والغرر نهى عنه النبي السلم نهى النبي السلم عن الغرر نهيان تاما وهذه قاعدة كلية كما قال النوم وغيره أن نبيه نهى عن الغرر والغرر الجهادة والجهالة والجهالة يبطل بها العقد الجهالة يبطل بها العقد لذلك اتفق الفقهاء على أنه يشتارت في رأس المال أن يكون معلوما لأنه بدل من عقد معاوضة مالية فلابد من كونه معلوما لأن جهالته غرر والغرر منبوز الغرر يبطل بها العقد قال النبي سلم أنه نهى عن الغرر نهى نهى عن الغرر نعم كما مساح مسلم أنه نهى عن بيء الغرر فلابد أن يكون معلوما إيش معلوما قدرا وكما وكيفية معلوما قدرا وكما وكيفية الشرط الثاني الذي لابد أن يتوفر نعم تسليم رأس المال في مجلس العقد الشرط الثاني الذي لابد أن يتوفر تسليم رأس المال في العقد لكن أنا أنبه أيضا وأفت الانتباه تسليم رأس المال كلية تسليمه رأس المال كليتا في مجلس العقد ذا نور الفقائلة من شروط صحة عقد السلم تسليم رأس المال في محل العقد ولو تفرق قبله بطل العقد على تفصيل عند المالكية المالكية يجاوزون تأخير بعض التوقيت على تفصيل عندهم الأدلة أدلة الجمهور على أنه لابد من تسليم رأس المال في مجلس العقد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث الذي هو رأس في الباب من أسلف في ثمرت فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم شفوش قال قال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ووجه الدلالة أن التسليف في اللغة هو إعطاء المال مقدما التسليف في اللغة هو الإعطاء فيكون معنى فليعطي هذا معنى السلف أصلا أنه يقدم رأس المال ده معنى السلف أصالة أن يقدم رأس المال ولأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أستفه قبل أن يفارق من أستفه فإن لم يدفع رأس المال في المجلس لا يكون مستفى في شيء ولأن السلم مشتق من تسليم رأس المال أي تعجيله وأسماء العقود مشتق من المعاني ولا بد من تحقق تلك المعاني أسماء العقود مشتق من المعاني فالسلم مشتق من تسليم السلم مشتق من تسليم رأس المال يعني تعجيل رأس المال وهو أن وضع رأس المال يكون معجلا ومن ناحية النظر على أنه لا بد من تسليم كلية رأس المال في مجلس العبد أن الافتراق قبل قد رأس المال يكون افتراقا عن كالب بكالب نسيئة بنسيئة وبيع الكالب بالكالب لا يدوز بيع الكالب بالكالب لا يدوز يعني لو هو اشترى 60 وثقا من الطم بمئة وثق بخمسة ألاف فإذا قال له خلاص اشتريت قال له أنا بعت لك بعد ستة أشه وتعالى والوصف كده وكده فيعطيه ألف ويقول بعدين سأعطيك الأربعة ألاف لو تفرقا لو تفرقا دون أن يقدم رأس المال فهذا بيع كالب بكالب بيع دين بدين فهذا بيع كالب بكالب بيع دين بدين وبيع الدين بالدين لا يدوز نهى النبي عن بيع الكالب بالكالب نهى النبي عن بيع الكالب بالكالب هذا من ناحية النظر وأيضا أن في السلم غرر أن في السلم غرر يحتمل الحاجة أن في السلم غرر يحتمل للحاجة فيريد ذلك تعجيل قبض العوض الآخر وهو الثمن كي لن يعظم الغرب بين الطرفين فإذا قلنا بأنه لن يسلم رأس المال الغرر يزيد الغرر يزيد نعم فإذا لم يقدم رأس المال الغرر يزيد ونهل سمع الغرر واحتمل بعض الغرر في السلم احتمل من أجل حاجة الناس ومن ذلك أيضا أن تعجيله يحسن مادة الخصومة والغبن وفساد ذات البين ولأن المعاملة إذا اجتملت على شغل الزمتين توجهت المطلبة من الجهتين فكان ذلك سببا لكثرة الخصومة والعدوات أما المالكية فقد خالفوا في ذلك أما المالكية فقد خالفوا ذلك في المشور عندهم فقالوا يجوز تأخير رأس المال يومين أو ثلاثة اعتبار للقاعدة الفرقية ما قال بشيء يعطى حكمه وصراحة هذا الباب قد يعمل به إذا لم يكن هناك غرر لكن هناك غرر أصلا يا رب يرضى عنكم وجزاكم الله كل خير فالمالكية قالوا ما قارب شيء يأخذ حكمه هذا التطبيق القاعدة ليس في محلها هذه القاعدة تطبق هنا لما؟ لأنه حقيقة الأمر أن الأمر فيه غرر وتباعد الوقت يؤتي غررا أكثر فيساعد على فساد ذات البين ويساعد أيضا على الخصومات وأيضا الادعاءات يقول له لا احنا اتفقنا على كذا ويقول الثاني لا اتفقنا على كذا وتكون المسألة كما قلت فيها ما فيها من فساد ذات البين وقول الجمهور أقرب للصواب والأسد والأصح والأقرب بحسم مادة النزاع وحسم مادة النزاع في المعاملات لا سيئة في المعاملات مقصد أصيل من الشر مقصد أصيل من الشر إذن الجمهور يرون بأنه لابد من تعجيل رأس المال كليتا في مجلس العقد إذن مجلس العقد لا تحصل مفارقة إلا به لا تحصل مفارقة إلا به إلا بإبداع بعطاء كل كلية المال مقدم رأس المال فإذا تخلف عن ذلك يوم أو يومين على قول المالكية قد يحصل خلاف قد يدعي الأخر يقول له لا أنت شرعت مني بكذا ويقول له لا أنا شرعت منك بكذا وأيضا في هذا الباب يمكن أن تكون مادة النزاع أكثر وأكثر مسألة مهمة لو عجل المسلم بعض لو عجل بعض المسلم بعض بعض رأس المال في المجلس وأجل بعض الآخر فما الحب الجمهور من الحنفية والشفائية والحنبلة قالوا السلام يبطل أعطى ألفا وقال بعد أسبوع تكت ألف الآخر السلام يبطل فيما لا يبدو يسقط بحصاته من المسلم فيه وصحف الباقي بقسطه والمالكية قالوا يبطل السلام في صفقة كلها لأنه متى قبض البعض وأخر أخر البعض فأسعد لأنه دين بدين السورة المسألة في هذا الباب هو أنه قال له أنا أريد مستانك فقال له التمر قال نعم قال ماذا توسق قال كم قال بعشرين ألف فأعطى عشر ألاف فقال أسبوع أو شهر وأعطيك العشر ألف الأخرى الشفائية والحنبلة والحنفية قالوا سقط العشر ألف التي أخرها بطل فيها العرض ولا يصح فيها السلام ويصح السلام في العشر الأولى ويصح السلام في العشر الأولى المالكية قالوا كل العقد باطل هذه المسألة نزاعها في شيء آخر هذه وجهة النظر أبو أسيل موجود وجهة النظر في ذلك هو مسألة تفريق الصفقة وجهة النظر في ذلك هو مسألة تفريق الصفقة فالمالكية قالوا هي صفقة واحدة فالمالكية قالوا هي في صفقة واحدة فيبطل كله لا لا ما في استعزان كله يجلس فيبطل كله وأما الشفاية والحنبلة قالوا نحن نفرق نقول ما دفع تكون حصته من السلام وما لم يدفع تبطل يبطل العقد به من السلام وكلام الملكية في ذلك هو الأرجح كلام الملكية في ذلك هو الأرجح والكلام على التفريق قد يؤدي إلى النزاع يبقى لنا خامسا شروط السلم شروط المسلم فيه شروط المسلم فيه وشروط المسلم فيه أن يكون المسلم فيه داينا موصوما في الزم لأنه ما يسمى سلما إلا إلا بتأخير المثمن المسلم فيه هو المثمن طيب تفضلوا تصلي وتأتيم اتفق الفقاء على الشراط كون المسلم فيه دينا موصوفة في الزمة وانه لا يصح اذا جعل المسلم فيه شيئا معينا بذاته البيع بيع اوصاف ليس البيع بيع البيع بيع اوصاف وليس البيع بيع اعيان نعم فاتفق الفقاء على الشراط كون المسلم فيه دينا موصوفة في الزمة وانه لا يصح السلام إذا جعل المسلم فيه شيئاً معيناً بذاته لأن هذا التعيين يجعل السلم من عقود الغرر إذ ينشأ عنه غرر عدم القدرة على تنفيذ العقد فلا يدري أيتم العقد أم ينفسخ حيث أن من المحتمل أن يهلك هذا الشيء المؤين قبل حلول وقت أدائه فيستحيل تنفيذه والغرر مبطل للعقود الغرر مبطل للعقود المعاوضات اتفاق أنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ومطلق أنه يقتدي الفساد ووجه الفقاء منع كون المسلم فيه معنياً على الأساس أن السلم أنه يجعل الشرع على خلاف القياس للحاجة إليه فإذا عين المسلم فيه المسمن السلع يعني إذا عينت فيمكن أن يزم بيعه في الحال ولكن هناك حاجة للسلم فإن ساحب عليه الحكم الأصلي وهو عدم المشروعية لأنه فيه جهالة والجهالة غرر والغرر مبطل للعقود والغرر مبطل للعقد في هذا الباب من الشروط أيضاً أن يكون المسلم فيه المسمن يعني معلوماً لو كان مجهولاً كان غرر والغرر يبطل العقد ولأن النبي قال من أستفد في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وآجة لن معلوم لابد من العلومية لأنه بدل في عقد معواضة مالية فيشتغط أن يكون معلوماً كما هو الشأن في سائر العقود العقود المبادلات ولأن مادة الغرر مادة عظيمة جداً فالجهار غرر واخدناه نفسلم عن الغرر قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلمي منهم أبو حنيفة وأصحابه والشفعي والعلماء والثوري وأبو ثور على أن السلم في الطعام لا يجوز لقفيز لا يعلم عياره ولا في ثوب بدرع فلاني ولأن معاره لو تأف أو مات فلان بطل السلم وإن عين ميكان رجل أو ميزانه وكان معروفين عند العام مجازة ولم يخص بهما وإن لم يعرف لم يجرس الجهالة تبطل العقود فلا بد أن يكون المسلم معلوماً ولا يكون مجهولاً نعم أن يكون المسلم فيه أيضاً المسلم مؤجلاً كل تشروط فيه المسلم فيه السلعة فيه المشترة أن يكون المسلم فيه مؤجلاً وهذا اشترطه المالكية والحنفية والحنابلة لصحة السلم أن يكون مؤجلاً لعموم القول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في ثمر فليسلث في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأجل في السلم وأمره يختضر وجوب فيكون الأجل من جملة شروط صحة السلم فلا يصح بدونه ومن النظر أن السلم رخصة للرفق ولا يكون رفق إلا بالأجل فإن قلت حالاً أين الرفق؟ هو أصلاً كان لحاجة الناس وحاجة الناس في التأجيل لا في التعجيل حاجة الناس في التأجيل لا لا في التعجيل ولأن السلم في الحال يفضي إلى المنازعة ولأن السلم بيع المفاليس فالظاهر أن يكون المسلم إليه عاجزاً عن تسليم المسلم فيه ورب السلم يطالب بالتسليم فتانا زعان والشافعية قالوا إذا كان السلم وهو فيه الغرر جائز مؤجلاً فلأن يجوز حالاً من باب أولى لدفع الغرر من باب أولى لدفع الغرر والجمهور والليس المسعد قالوا بأنه لا يصح السلم حالاً فإذا قلنا باشتراط الأجل فما هي أقل مدة قال الحنفية أن تغدير الأجل للعاقدين حتى لو قدر نصف يوم جاز وقال بعضهم بأقل ثلاثة أيام قياسة آخر الشرط وفي رؤية عن محمد أنه قدر قدر بالشهر وذهب المالكية في النشور عندهم إلى أن أقل أجل للسلم ما يختلف الأسواق كالخمسة عشر أوماً ولحنبلاء قالوا أن شرط الأجل أن يكون مدة لها وقع في الشح عادة كالشهر ومقاربة وهذا الشرط الثالث في المسمن أن يكون مؤجلاً ومسألة تأجيل العرف العرف هو الذي يحكمه مسألة التأجيل يقول له باع سلماً في التمر يسأل المزارع يعطيه من الوقت كم فالمتعرف عليه يكون السلام فيه الشرط الرابع أن يكون الأجل معلوماً وهذا باتفاق الفقهاء كل هذا من شروط السلام أن يكون الأجل معلوماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك من أسلف ليسكب في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ولأن الجهالة غرر والجهالة مفضية إلى التنازع وفساد ذات البين وقد نص الفقهاء على أنه إن كان الأجل مجهولاً فالسلام فاسد سواء كانت الجهالة متفحشة أو متقاربة لأن كل ذلك يفضي إلى المنازعة وفساد ذات البين هي الحالقة ولأن الجهالة الأجل مفسدة للعرض كجهالة الكيف والكم والقدر الشرط الخامس من شروط السلام أن يكون المسلم فيه المثمن يعني مقدور على تسليمه لأنه لو يكون مقدور على تسليمه فيه غرر أيضاً وناهى النبي عن الغرر وقد اتفق الفقهاء على أن صحت السلام متوقفة على القدرة على التسليم عند المحل لأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل فلابد أن يكون تسليمه مقدورا عليه حين إذاك وإلا كان من الضر الممنوع المفضل فساد ذات البين والمنازع وقلنا بأنه إن لم يكن المقدور تحت القدرة والاستطاع في تسليمه يكون أكل أموال الناس بالباطل الذين أممونها تأكل أموالكم الباطلي وتضلوا بها إلى الحكام فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل وأيضا فيه الغار فيه المنازع الكبرى وفيه فساد ذات البين نعم الشرط السادس تعيين مكان الإبقاء يقول له في بلد كذا في مزرعة كذا في محطة مصر في المكان المعين يعني يصف له مكانا محددا معلوما لدى الطرفين وهذا الشرط اختلف فيه الفقهاء فقد قال اتفق الأحناف والشفاية في الجملة عشراته قالوا لابد يكون المكان معلوما حتى لا يكون حتى لا يكون الغرض الذي يكون به جهالة تبطر بالعبد قال أبو حنيفة يشتغل بأن مكان إبقاء المسلم فيه لأن التسليم غير واجب في الحال فلا يتعين مكان العبد موضع للتسليم فإذا لم يتعين إذا مكان العبد بقي مجولا وجهالة مغضية للمنازع الاختلاف القيمة باختلاف الأماكن فلابد من البيان دفعا للمنازع والشرط الشفاية لصحة السلم بيان مكان تسليم المسلم فيه إن كان موضع العبد لا يصلح للتسليم كالصحراء أو لحمله مؤنى يقول له موضع التسليم في محطة رب موضع التسليم في كفر الدوار موضع التسليم في المكان الفناني يحدد موضع التسليم وأما الملكية والحنابلة فعندهم لا يشترى تعيين مكان الإبقاء لأن النبي السلام يذكره وعند المكان الأفضل تعيين مكان الإبقاء والصحيح أنه واجب لأنه أيضا قد تتكلف يكون في مؤنى يبقى إذن فيه غرر وفيه أكل أمان الناس بالباطل لم يكن سبق الكلام عليه في العبد وقول الشفاية والأحناف هو الأرجع لحسن مادة نزاع ولأن الجهالة تقول الغرر بل وجهة ذلك المناسعة بل سيكون في ذلك نعم أكل أموال الناس بالباطل والسلف هنا كما قلنا السلف لا يجوز حالا بل هو مؤجل لأنه رفق وهو عقد ارتفاق وهو مستسنى من العقود من حرمة بيع المعدوم من حرمة بيع المعدوم بهذا نكون قد انتهينا من من السلم الآن نقوم بذلك فضل في علاقة انتهينا من السلم لو فيه عند الدكاترة بعض الأسئلة يتفضلون والسلم الآن كما عشان نسقط العقد على الواقع السلم الآن يتعامل به كثير من المصارف الإسلامية لا يتعاملون به بنفس أضلاعه الشرائل يعني هو إذا تعامل بالسلم طبعا هو أهم شيء عنده يقبط ما بيقبطش ما بيقبطش وينجم بينجم بينجم صاحب الترغيب والترغيب لا 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 المنذري المنذري هو صاحب الترغيب والترغيب أما ابن المنذري صاحب الأوسط والإشراف راجل الله عنك المذكرة نأتيك بها أبشر 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 خلي المشرفة خلي المشرفة تتصل فيها وأنا أقول لها تبعث لك برساة الدكتوراه عندي اللي تبني ساعده وأثر في فق هذا سيفيدكم جدا في المأبحاث التي تكلمنا فيها بفضل الله أبشر أبشر بكل خير هل في في شيء تأتي جزاكم الله خير وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ عَلَتِ الثُّرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا فَذَافِقُونَ كَسُقِيَ الْمَاءِ كَانَا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لية ربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاح المحيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر